السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب رجل رجع لكم فيديو جديد عن Genshin Impact فيديو اليوم يا شباب راح اقولكم على اهم النصار حالة تتابعونا علشان تستعدون لينازوما صح ما باقي الشي كلها يوم ويومين راح تنزل عندنا منطقة انازوما توسع كبيرة جدا عن لابا محتاجين نستعد لها كويز و نفهمها فان شاء الله ما راح تطلعون بنا هذا الفيديو يا شباب الا انتوا فاهمين كل شي مستعدين صح لينازوما فايبا يا شباب قبل نبدأ من مقتلة الصلاة النبي عليه في الصلاة السلام تنزلوا تحت تجلوا تزوروا لها كل شتراك تفعلوا جرس تنبيهات ويلا نبدأ معلاش هذا الصوتي متغيرة شويتوني صح نحن انه بديت السجل المهم يا شباب اول نصيحة يا شباب هي نصيحة جدا مهمة نظف الجزر القولدي او جزر كيلين جديدة نزلت مع التحديد هذا الجزر يا شباب فيها كمية الغاز وكمية صناديق و بريمو جيمز جدا كثيرة لا ضيع عليك خصوصا الناس اللي يقال الان ما جابه و سكن باربرا روحوا الان لهذه الجزيرة اطلعوا بسرعة من المقطع وحاولوا انكم تخلصوا هنا بسرعة وقت لان الموارد الموجودة في هذه الجزيرة جدا كثيرة وفيه برضو الغاز و جزر وفيه برضو لغز حق الجمع قطع السفينة ولغز منسوب المياه اللي زي ما تشوفونا الان بالفيديو راح يعطيك ثلاث صناديق ذهبية منهم صندوق ليفل خمسة ففيها صراحة كمية بريمو جيم جدا كبيرة لا ضيعونها عليكم ولازم تخلصونا بسرعة قبل ما يجي تحديث الانزومة لان اول ما يجي تحديث الانزومة راح تختفي هذه الجزر كلها النصيحة الثانية اللي هي جدا مهمة وشوف فيه ناس ما تكلموا عنها اللي هي وفر الارتفاكت اللي عندك لا تستخدم الارتفاكت اللي عندك حتى لو كانت فيضات تستخدمها للتطوير لانه زي ما تشوفونا الان بالفيديو شباب انه لما تنزل منضغط انزومة راح يكون عندنا كذا زي الطاولة او الكرافتنج تروح تحط بها الارتفاكت وتحط منها ثلاث ارتفاكتات بعد تختار من الارتفاكت الموجودة الى الان حسب التسريبات فيه بس غلادياتور وارتفاكت اندر فيوري اذاك الارتفاكت البيضة المحد يستخدمه بس هذول الارتفاكت الموجودة بس على غلب اول ما تنزل بشكل رسمي راح يضيفون ارتفاكت اكثر فبدل ما انك تستخدم الارتفاكت اللي معك للتطوير تقدر تستبدله في هذه الالة تحط ثلاث ارتفاكت يطلع لك صندوق عشوائي فكأنك تروح مثلا تلعب بالدومين مرة ثانية فهذا الشي راح يوفر علينا جدا وقت كثير ووفر علينا ريزا جدا كثير لانه لو صار عندنا اصلا ثلاث مناطق ما راح يلحق اصلا بالارتفاكت بالدومينات صراحة اضافة جدا حلوة من اللعبة يا شباب ولا تستخدمون الارتفاكت اللي معاكم جمعوا كذا كمية كبيرة اول ما يجي النزومة اجلوا يا حبيب يروحوا كذا للطاولة وفرهموا فيها اللي ان تقولون بس راح تحصلون كل الارتفاكتات بس اتوقع شباب اللي راح نحتاج عملة علشان طور فيها الارتفاكتات انه اللعبة مستحير كذا تعطيك شيء كويس ومجاني فما ندري صراحة الى الان لما تنزل هذه الضافة رسمية راح نفهمها بشكل اكبر النصيحة الثانية يا شباب بوفروا قطع البروتوتيب اللي تجيبونا لما تقتلون البوسات هذه القطع يا شباب جدا نادرة وصعب جدا تحصلها ولو حصلت واحدة منها ما راح تحصل لتبغاها فوفروا يا شباب لانه مع اي نزومة راح تجي اسلحة جدا كثيرة صراحة نصها بيضبص النص الثاني مرة كويس اول شي يا شباب شوفوا كيف ما تحسبون انا كذا استنى علشان تنزل الاضافات واشوفوا الاسلحة وقولوا اون مرة بيضي استنيت لا يا شباب راح اضبطكم زي ما تشوفون في هنا عندنا تسريبات للباس في حق الاسلحة القادمة مع اي نزومة فعندنا اول اسلحة يا شباب من اسلحة الحدادة وهذا السيف اللي زي ما تشوفون حتى بالموقع يقولون لك راح ينفع بشكل جدا كبير مع كازوها وكتشينغ و اي اكل ابطال هذول اللي تقدرون تستخدمون منهم دي بي اس فكرة هذا السيف يا شباب انه يقول لك في كل مرة تستخدم القدرة الاولى راح يعطيك استاك والاستاكات هذه ممكن تجمعها لمدة 30 ثانية اول ما تضرب الالطيمت على حسب الاستاكات اللي جمعتها راح تشحن من الالطيمت وكل الساكر راح يعطيك كذا 6 اينيرجي فهذا السيف صراحة يا شباب جدا خرافي الاياكات الكتشينغ الكازوها لكل الابطال هذولي اللي تستخدمون كسبورت او كدي بي اس فلا تفوتون هذا السيف يا شباب وجمعوا له قطع من الان والله بتيت تفكر اياكا لانه عندي خمس قطع من البروتوتاب حق السيف الخفيف وبرضو يا شباب زي ما يشوفون انه هذا السيف راح يعطينا اتاك بونس وعندنا بعده يا شباب هذا البويل راح يكون جدا مفيد الناس لو لو نجيبون يويمي وما فري تو بلاي زي ما يشوفون يا شباب السيف البويلات برضو راح يعطينا اتاك فيه مية في المية انه راح يزيد مثلا دمج حقك مية وستعاش ومية واثناش صراحة مو متأكد انه اللعبة راح تعطينا بوك كذا مجاني بهذه القوة لانه اتوقع راح يتغير مع التسريفات بس صراحة اتمنى انه ما راح يتغير لانه هذا البويل صراحة على هذا البلس في موجود فيه راح يكون جدا اصطوري اليوم يا ياب زي ما تشوفون حتى كاتبين انه في الموقع عندنا بعد يا شباب خيبة الامل صراحة هذا الكلايمر والبيض اللي ما راح اشرح لانه زي ما تشوفون راح يعطيك نيرجي ري تشارج وبرضو هذا الرمح اللي راح يعطيك لو منت الماسر على التوقع راح يكون مفيد مع شنلنج او اللي استخدمونه كسبورت يب حتى مكاتبين وبرضو راح يكون مفيد مع توم والبطل الجديد اللي راح ينزل وعندنا اخر شي يا شباب هذا الكتاب اللي برضو راح يعطيك نيرجي ري تشارج يخيب بغى بس رمحوا زي الناس او كتاب المون علشان استخدم وقاموا حطوه لي يعني يرجي تشارج يالله ما في مشكلة الاقل شي السيف والبو هما همشي الياك واليومي هما هفضل شي والنصيحة اللي بعدها وفر الريزن الاحتياط اللي عندك لانه وراك كرف وفارم في نزومة لو كان مع معك هذا الريزن ما في اي مشكلة روح لحدث البيوت عن التوبي ورح تقدر تشتريه ب 1200 لو طورت وحدث البيوت اللي عندكم يا شباب وحطيته اثاث رح تقدرون تحصلون تقريبا كل يوم الف من القطع هذي او 600 لحسب الاثاث اللي عندك فتخيلوا يا شباب انه كل اسبوع كذا تدخلون تاخذون هذا الريزن الاحتياط المجاني بدال ما تذلك اللعب عليه من البوتل باس او من الرنك لما تلفل فشي جدا خرافي يا شباب فايا بروحوا عن التوبي وجمعهم من عنده قطع وجهزوا هذا القطع علشان تشترون فيها الريزن وبرضه وفروا هذا الريزن لانه زي ما قلت وراكم كرف والارتفاك الجديد رح نحتاج كل نفرمه لانه جدا اسطوري والنصيحة اللي بعدها يا شباب اللي اعتبرها جدا مهمة ولازم تتذكرونها قبل ما تخشون ينزوم وتتحمسون بعدها يجيبون العيد تذكروني يا شباب اول ما بدت اللعبة دخلنا كذا متحمسين نظفنا العالم كله بعدين بدينا كذا ندور على انيموكلس والقيموكلس هذي اللي جمع علشان تطور فيها الابراج ما حصلناها بعض اللي اخذناه ما نعرف اصلا اذا اخذناه فبدينا نفتح المواقع مدري كيف وظلينا تقريبا الواحد يضل كذا اسبوعي يكرف علشان يدور اخر انيموكلس ظلت عنده فعلشان ما تعيدون هذي الغلطة يا شباب راح يكون في النزوم الالكتروموكلس هذي اللي تشوفونها قدامكم اي مكان او اي شي تاخذوا يا شباب في المنطق مو بس الالكتروموكلس يخشت اسمها صعب نسميها الالكترو حق الابراج المهم وضع عليها علامة يا شباب في الخريطة علشان بعدين لما تجون تدورون عليها تذكرونها سواء اخذت هذه الالكتروموكلس او اخذت صندوق او حليت لغز او برضو عندنا يا شباب راح يكون في هذا الشباح الصغير الكهربائي اللي تشوفونه قدامكم راح يكون في برضو بينزومه بس الشرح حقه تقولك راح يكون سريع والله احسن من ذاك اللي انت تموت و تروح تطلع كذا السوي دونولود وترجع هو لسه ما وصل منطقة بطيء مرة فانا يقولك سريع و لازم تلحقه بسرعة قبل ما يختفي فايبا شباب اي لغز تحلونه اي صندوق تحلونه اي روح السحرية تودونها لمكانها اي مكان تستكشفونه ويلكتروموكلس اي شيء يحطوا عليها لما في الخريطة بعد ما نخلص من كل هذا يا شباب تحسونكم استكشفت كل شيء خشوا لهذا الموقع اللي حطو لكم ياه تحت في الوصف اللي هو موقع خريطة Genshin Impact حال اكيد رح ينزلو لكم اي نزوما فاتقدرون تشوفون اي شيء الاماكن انتم ما رح تقولها شوفون بالخريطة عندكم مثلا تقول هذا المكان انا مو محدد وهنا موجود تروح عنده مثلا تلاقي صندوق وكذا وهذا الشيء رح يساعدك جدا لشان تستكشف اي نزوما هذي نصيحة جدا موما يا شباب ولا تهملونها لانه لا اهملتها صدقني راح اجيب العيد واسأل مجرب انا ظليت اسبوعين كاملات علشان ادور الوحدة بس من الانيموكلس اللي ضيعتها لاني نسي اتحددها فلا تشيلون يا شباب هم البحث عن الالكتروموكلس لانه في زي كذا تيفات وليويه انه كان في عندنا كذا زي البوصلة تودية او تطلع لك كذا سيولك علامة زرق بالخريطة تطلع لك اماكن الانيموكلس برضو في اي نزوما يا شباب زي ما تشوفوا راح تكون في عندنا هذي القطع اول ما تخش اي نزوما راح ندل الكرافت على طول وصنع هذه البوصلة انا راح ساعدك بشكل جدا كبير علشان تستكشف الانيموكلس والالكتروموكلس اللي موجودة هناك اوكي يا شباب لو كنت حابب انك تستكشف زيادة معاو تستعد كويس ل اي نزوما وما عندك مشكلة اذا مثلا شفت الالغازة والاشياء الجديدة اللي راح تكون موجودة في اللابة ما راح يعتبر حر بس لو كان في بعض الاشخاص يبغون انهم مستكشفون هذه الاشياء بنفسهم لا تنسى اللايك واشتراك ونشوفك على خير بالفيديوهات القادم لان بعض الناس يعتبرون هذا شي حرق وما يبغون الحرق عليهم فلو كنت حابب زي تستعد وتفهم كل شي في نزوما وكمل معايا الفيديو اول شي نبدأ فيه يا شباب اللي هي هذه الشجرة اللي هي تشبه بشكل جدا كبير يا شباب الشجرة اللي جت عندنا في الدراغون سباونو المنطقة الثلجية فكرة هذه الشجرة يا شباب انكم راح تجمعون كذا لها زي الاحجار من عدة اماكن من الغاز نفس المنطقة الثلجية بالضبط بعد اطورونا وراح تعطيكم تيجان وعلى ما اتذكر يا شباب حسب التسريبات يقولون راح تعطيكم قطعة يا اما كلايمور او سيف خفيف من القطعة البروتو تايب فشي جدا خرافة يا شباب واهم شي في هذه الشجرة لما تطورونها تعطيكم التيجان يتخليكم تطورون الليفل حقه التالنس حق الشخصيات الى الليفل 10 ولو كان عندك الكونسيليشن الى الليفل 13 فلا تهملون هذه الشجرة شباب اول ما تنزل فرمونا بشكل فوري وطلعوا كل الاشياء اللي فيها وحللوها تحليل اوكي يا شباب لو كان في اي واحد منكم يسأل ان الجوازة راح تكون فيه ينزومة راح تكون فيها كذا مهمات بسيطة بالله بالله يشوفوا قدامي هذه الصورة يا شباب اول الموقع هذا شوفوا الكلمات الزرق يا شباب هذي كلها كل هذه الكلمات تشوفونا قدامكم هذي راح تكون كويستات ومهمات راح تنزل معا ينزومة اوكي يا شباب هذي راح تكون منطقة جديدة راح من كرف فيها كرف وظافة جدا كبيرة على الاب اشوف مثل خلص هذه الموقع يا شيخة اكيد ما راح نزلونا مرة واحدة راح نزلونا بشكل تدريجي اخر شي راح تكلم انه يا شباب اللي هي الالغاز راح تكون في نزومة راح اعطيكم الزبهد منها كيف وكيف تتحلونا بكل اختصار ما راح اقولكم اكيد طريقة الحل لانه ما هارف الالغاز اصلا الان ما نزلت بس راح اقولكم الزبهد اللي فهمتم من التسريفات الشي الاساسي من كل هذه الالغاز يا شباب انكم تجيبون موصل كهربائي راح تلاقون مثلا كذا بعض الاشجار اللي تعطيك حماية نفس المنطقة الثلجية يقول لك بعض الاماكن راح يكون فيها تأثير كهرباء فتحتاج انك تروح على كذا زي الشجرة اللي مشحونة بعنصر كذا علشان تحميك من الضرر الكهربائي وبرضا يا شباب زي ما تشوفون في هذا الفيديو راح يكون فيه كذا زي الاعداء وانت لازم تقتل الاعداء عشان تجمع كذا زي الشحنة الكهربائية تروح توصل على مكان معين وفي برضو هذاك السهم يا شباب اللي طلع في البث حق الشركة اللي يقول لك كذا لازمك تجيب كذا عنصر كهرباء اي شي سواء ان كان سلايم او اي شي علشان تستخدموا للتوصيلات برضو عندنا يا شباب زي ما تشوفون هذه القبة اللي يقول لك حسب اللي فهمته هنا من الشرح يقول لك راح يكون في داخلها زي الطاقة الكهربائية وعشان تدخل داخلها لازم تكسر هذه الحواجز الموجودة زي ما تشوفون قدامكم وكل قبة يا شباب راح يكون فوق زي الرمز اللي هي العلامة اللي تحتاجها عشان تكسر هذه القبة زي ما تشوفون عندنا هنا هذه العلامات هذه توقع لفل واحد وهذه اللفل اثنين وهذه اللفل ثلاثة اللي موجودة هنا فتحتاجون للشباب منكم كذا زي تشحنون زي الطاقة فكل ما شحنتوا طاقة اكثر راح تاخذون علامة اكثر فمثلا هذه القبة تطلب اكثر وطاقة موجودة لها العلامة 11 ماكس هذه فيبغاكم تشحنون طاقة 11 ماكس لشان تدخلون هذه القبة وهذه الوردة توقع نواخذ منها الطاقة وانها دقيقة اوكي تقريبا هي نفسها الوردة الموجودة هنا في القبة فاللان مفاهمة كويسة شباب بس ان شاء الله اول ما تنزل راح اشرح لها راح لكم يا بالتفصيل بكل اختصار تحتاج علامة قوية علشان تكسر الدرعة القوية وعلامة ضعيفة علشان تكسر الدرعة الضعيف فهنا الزبدة يا شباب في هذا الغاز بس يبغلون منكم انكم تجيبون اي شي عنصر الكهرباء او تشحنون في هذا المكان فيقول لك حتى انت لو تأثرت بعنصر الكهرباء راح تقدر تستخدم كموصل علشان تحل هذه الغاز فالزبدة الغاز زي ما قلت انه بس انكم توصلون عناصر الكهرباء وان شاء الله اول ما تنزل منطقة هنا زي ما راح اشرح لكم الالغاز بالتفصيل فبس يا شباب الى هون نكون وصلنا نهاية المقطع تمانا يكون عن مقطع اعجبكم وافاتكم يا شباب الى كان فاتكم نشرول اصحابكم علشان يستفاعدون برضو برضو عشان تزيد الاشتراكات المهم يا شباب الى هو صوت اللي انا اكتبه في التعليقات بطاطة كالعاد وسمحوني اذا صوت متغير شوي اصحابكم على خير بالفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة